نبدأ أخبارنا مع حضراتكم بألعبنا الفردية اختتمت النهاردة منافسات بطولة مصر الدولية الريشة الطائرة واللي قيمت على أصل رقم 2 بستهد القاهرة بمشاركة 25 دولة البطولة شاهدت طبعا منافسات قواية بين اللعبين بأنتبارها أحد البطولات الموهلة لأمبياد باريس 2024 كانت طبعا ضحى هاني وهنا طارق حقاو الميدالية البرونزية في المنافسات الزوجي السيدات وكمان ضحى هاني وأدهم حاتم أو برونزية الزوجي المختلط لمصر وعلى هامش البطولة كان أقيم عدد من الاجتماعات بمشاركة مسؤول الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي واتضمنت الاجتماعات مناقشات هامة حول تحويل مصر لمركز إقليمي في الريشة الطائرة كاميرا ملعب الأبطال كان لها لقاءات مع مسؤول الاتحاد الدولي والأفريقي للحديث عن هذا الأمر الهام جدا وهو تحويل مصر لمركز إقليمي لريشة طائرة تعالوا نشوف تقريرنا دا ونرجع مرة ثانية كانت تجربة رائعة حتى الآن المشاركين جيدين جدا ضيافة مصر معروفة ورائعة ونرى مصر وكأن مصر بيتنا ثاني نتمنى أن نعود مرة أخرى لدينا مجموعة متنوعة من جميع الدول الإفريقية ويريدون أن يتطوروا في المستوى وهم يشاركون في المستوى الأول الذي أعلهم للمستوى الثاني ثم المستوى الدولي وهذه المشاركة من أجل تبادل الخبرات واكتساب الخبرات نحن متحمسون لرؤية النتائج التي ستخرج من هذه المشاركات التي تمت على مدار الأيام الماضية والتي ستتم في الأيام المقبلة وهذا بالفعل نسعى لتطوير مستوى لعبات البادمنتون في جميع أنحاء إفريقيا وبالطبع في مصر أعتقد أن هذه البطولة عظيمة تتناسب مع المستوى الذي تتم فيه البطولة المنشآت رائعة جدا وأنا ممتن وأقدر اتحاد المصري للريشة الطائرة وسعداء بالعمل مع الحكومة وزارة الشباب ورياضة من أجل توفير هذه الملعب الرائعة لإظهار إمكانيات لعبة ريشة الطائرة في مصر أعتقد أن مثل هذه المنشآت والمجهودة التي يبدلها كرة ريشة الطائرة المصري توضح مدى رغبة في التطور في عالم لعبة الريشة الطائرة والمساعي العمل مع الاتحاد الدولي لريشة الطائرة هذا تطور مرحب به جدا سواء البيئة المحيطة بالمشاركة والمشاركين وهناك تفاعل كبير وأرى أن هذا شيء كبير لإفريقيا أن يأتي الاتحاد الدولي لريشة الطائرة هذا شيء شديد الأهمية لنا فيما تعلق باستضافة البطولات أنا دائما أؤمن أن المبادئ والمفاهيم التي يتم تطبيقها في المستوى الدولي لا بد أن نطبقها في إفريقيا لأن البيئة مختلفة في إفريقيا ما قاله الاتحاد الدولي في هذا السياق هو أنه أتى إلينا لكي يسمع أفكارنا وأرائنا وكيف يمكن أن يطبق معاييره ومبادئه عندنا هنا في إفريقيا لتبادل الأفكار والرؤى ونرى ما هو الممكن وعلينا أن نتحلى بالتساع الأفق لكي نغير ما لدينا ونفعل الأشياء بشكل أفضل لنحقق نتائج أفضل أكيد كلام بيكون فيه متنان قوي لو أنت بتسمعه عن مصر لما يكون منظم أو مسؤول للتحاد الدولة بيتحدثوا بعض الشكل عن مصر بيرحبوا دائما بيكونوا سعداء أن هم جايين مصر ودائما بيفكروا إمتى هيجوا مصر مرة تانية وقد إيه شايفين التغيير المتواجد في البنية التحتية اللي أظهر الرشا طيرا بالشكل الأفضل على ما يكون زي ما هم صراحوا وقالوا ده مسؤول الاتحاد الدولي لما كمان أتحدث رئيس الاتحاد النجيري عن أن مصر أصبحت عندها القدرة أن هي تستضيف الأحداث الخاصة بالاتحاد الدولي وأن الاتحاد الدولي يجي القرى الأفريقية من باوت مصر وأن يشوف قد إيه أصبح فيه اهتمامه وقد إيه وعندهم استعدنا هنا السعداد اللي احنا نهجح الرشا طيرا في القرى أفريقية ده شيء يدعو للفخر أكيد تاني بأكد أن احنا كل ما توفر البنية التحتية اللي كافة لا عمش بس في رشا طيرا أصبح هناك نظرة مختلفة من التحدات الدولية ومسؤولوها لمصر في تنظيم أي من الأحداث الكبرى على أرض مصر